بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبناتي تلاميذة الميزات الصف السادس الابتلائي اهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية درس اليوم بعنوان من نوادر جوحة يطرى من اكثر شخصية فكهية قرأت عنها طب ايه اللي تعرفوا عن جوحة هل قرأت مواقف فكهية عن جوحة تعالوا سويا ابنائي وبناتي نتعرف على شخصية جوحة ونقرأ بعض نوادره الجميلة من خلال درس اليوم بعنوان نوادر جوحة جوحة شخصية مرحة عرفته كل الشعوب وقد تعدلت نوادره ومواقفه واحواله فكلها تجعل الناس يبتسمون واتحقون واذا تأملت نوادر جوحة وجدت ان وراء كل منها نقضا ذاتيا او اجتماعيا او حلولا مرحة على خطة ظله هيا بنا نقرأ بعض نوادر جوحة النادر الاولى بعنوان بعد عشرين عاما يحكى ان ملكا قال لاصحابه من يعلم حمار القراءة والكتابة فلو مني الفدي نهر قال جوحة انا اعلمه ايها الملك اعطني الدنانير وامهلني عشرين عاما فوافق الملك اخذ جوحة الحمار ورجع الى داره ليعلمه فلكن جاره ذهب اليه وقال كيف تعلم الحمار يا جوحة الا تخشى من غضب الملك عليك ان انت لم تفعل قال جوحة يا جاري العزيز بعد مرور عشرين عاما سيكون احدنا قد مات انا او الملك او الحمار الندرة الثانية بانوان لا تصدقه طرق الجار باب بيت جوحة وسلم عليه ثم قال له اعطني حمارك يا جوحة لانقل عليه بعض الامتعة وكان جوحة لا يريد ان يعيره الحمار فقال له معذرة يا جاري لقد ذهب ابني بالحمار الى السوق ليشتري بعض الاغراض وما كاد جوحة يطم كلامه حتى ملأ الحمار البيت نهيقا فقال الجار انك تكذب علي يا جوحة ها هو الحمار ينهق وانت تقول انه في السوق فقال جوحة يا جاري العزيز هل يصح ان تصدق الحمار ولا تصدق جارق النادرة الثالثة بعنوان من يقرأ خطاب جاء رجل امي وكلمة امي عن لا يعرف القراءة ولا الكتابة جاء رجل امي الى جوحة وقال يا جوحة اريد ان تكتب لي خطابا الى ولدي في بغداد وبغداد هي عاصمة الاروق فقال جوحة يا رجل دعني منك ومن خطابك فلست راغبا في السفر الى بغداد تعجب الرجل من جوحة وقال له وما للذي طلب منك ان تسافر انا اطلب منك ان تكتب خطابا قال جوحة يا اخي ان خطي رضيء اي خط سيء فلا يستطيع ان يقرأه احد غيري ولذلك اذا كتبت الخطابة فانه يتعين علي السفر الى بغداد كي اقرأه لولدك المفردات اللغوية الولدة في الدرس نوادر معناها امور طريفة ذاتيا شخصيا امهلني اعطني فرصة دعني اثرقني مرحة معناها تحب المرح والدعابة وددها كدة تخشى معناها تخاف طرق الباب دق الباب امي لا يعرف القراءة والكتابة يتعين علي يعني يجب علي تعددت تنوعت والتسعد والان مع اسئلة التدريبات ماذا تعرف عن جوحة جوحة شخصية مرحة عرفته كل الشعوب وقد تعدلت نوادره وموقفه احواله وكلها تجعل الناس يبتسمون واتحكون الى اي شيء تهدف نوادر جوحة تهدف نوادر جوحة الى النقض الزياتي او الاجتماعي او الحلول مرحة على خفة ظل ماذا طلب الملك من اصحابه طلب الملك من اصحابه ان يعلمه حمارة والقراءة والكتابة وان يفعل ذلك له منه الف دينار لماذا طلب جوحة من الملك مولة على طلبه لانه بعد مرور عشرين عاما لن يستطيع الملك عقابه فقد يموت جوحة او الحمار او يموت الملك لماذا طرق جار جوحة بابه طرق الجار باب بيت جوحة وسلم عليه ثم قال له اعطني حمارك يا جوحة لانقل عليه بعد الامتعة اين ذهب حمار جوحة ذهب حمار جوحة مع ابنه بالسوق ليشتري بعض الاغراض وهذا ما دعاه جوحة لجاري كيف علل جوحة وجود الحمار بالبيت قال جوحة يا جاري العزيز هل يصح ان تصدق الحمار ولا تصدق جارك ماذا طلب الرجل الامي من جوحة طلب منه ان يكتب له خطابا الى ابنه في بغداد خلاص الدرس اليوم ابناء وبناتي تعرفنا من خلالي على الافكار الرئيسة وهي التعريب من شخصية جوحة وامثلة من نواد الجوحة الفكاهية الساخرة وعرفنا اننا فكاهة وسيلة لصرفيه ونقض المجتمع ولان ابنائي وبناتي اطلق لكم الاجابة على سؤال التدريب اسفل الفيديو المعروض على موقعنا التعلمي نفهم نتعلم ببساطة شكرا لكم ابناء وبناتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته